فالحاصل أن البدعة شر وإن زعم أصحابها أنها خير وإن قالوا إن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة مباحة نقول لا ليس في البدعة شيء حسن البدعة في الدين ليس منها شيء حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة أن تقول فيه بدعة حسنة هذا تكذيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله من عمل عملا ليس علي أمرنا فهرد وليس هناك بدعة في الدين حسنة أبدا أما ما زعموا من البدعة الحسنة بناء المدارس والربط وتأليف الكتب نقول هذا ما هو بدعة هذا الدين حس عليه حس على الإحسان حس على العمل الصالح حس على الخير هذه كلها من الخير من أمور الخير وهي معين على فعل الخير وهي ليست بدعة هذه جاء بها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يعني أحيى سنة قد أميتت فقلده الناس في ذلك له الأجر وأجر من اغتدابه فهذه ليست ليست بدعة حسنة هذه من السنة تعليم العلم النافع وعمل ما يعين على طلب العلم فتح المدارس تكوين المعاهد والكليات فتح الربط لطلبة العلم هذا كله مما يعين على طلب العلم وهو مأمور به شرعا ليست هذه بدعة تكوين المعاهد والمعاهد 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 والمع